اشتركوا في القناة الذي يعلم ما تقول إليه الأمور ولذلك شرع شرعه وهو عالم بما تقول إليه أمورنا فكل ما يقع في هذه الأمة ووقع كله بعلم الله سبحانه وتعالى ووفق إرادته وكتابته لا يقع في خلقه إلا ما يريد سبحانه وتعالى ولكن علم الغيب من خصائص الألوهية كما قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وكما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فمآلات الأمور ننظر إليها بحسب ما توصلنا إليه عقولنا وما يوصلنا إليه اجتهادنا ولكن مع ذلك نعلم أن الغيب مستور وأن كثيرا من الأمور لا نراها على حقيقتها وذلك لأننا مخلوقون حوادث سبقنا العدم وسيأتي بعدنا العدم فلا نفهم إلا ما هو داخل هذه الدائرة ومن هنا فإن أحكام الشرع التي حسمها الوحي هذه لا نظر فيها للمآلات فالإنسان يقاتل وهو يعلم أنه ربما قتل واستشهد في سبيل الله فلا إشكال في ذلك لأنهم أمور بهذا الإنسان يأمر بالمعروف ويعلم أنه قد يتلقى ضررا من تلقاء ذلك لأن الله قال وكذلك يقدم الإنسان على ما أمر به من الأمور ولو ترتب عليها بعض الأشياء فهذا الجو الذي نعيش فيه فيه كثير من ما هو مضر بالإنسان الإكسوجين الذي نتنفس به وندخله إلى رئاتنا فيه كثير من الجراثيم والميكروبات لكن لا يمنعنا ذلك من التنفس فيه ومثل ذلك السفر الذي قد يؤدي إلى بعض المحذورات ولكن لا بد من القيام به لأن المصلحة التي فيه أعظم من ذلك المحذور الذي يخاف ومن هنا رتب الفقهاء في قضية المعالات ترتيبا واضحا وهو الفرق بين المئنة والمظنة فالمئنة هي الشيء المؤكد الذي يؤكد بإن التي هي أداة تأكيد فهو الشيء المجزون به وغالب الظن أنه سيقع والمظنة معناها الأمر المشكوك فيه الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع فيقولون الأفعال في أصلها مرتبة على المظنة والتروك في أصلها مرتبة على المئنة فالتروك لا يترك الإنسان الصيام لأنه مجرد احتمال أن يمرض إذا صام أو لا يترك الحج لأنه احتمال يحال بينه وبينه أو أنه ربما يمرض فيه ولا يترك السفر من أجل أنه احتمال أن يرى محرما أو يسمعه فالتروك مرتبة على المئنة لأن الأمور المؤكدة فيها والأفعال مرتبة على المظنة فما كان من الأوامر والنحوها من الواجبات قد ترتب على المظنة فيظن الإنسان أن الفجر طلع فحينئذ يحرم عليه يجب عليه الإمساك ويظن ورناً غالباً أن الشمس غربت فحينئذ يحل له الفطر وهكذا ويظن أن هذا الثوب طاهر أو أن هذا المكان طاهر فيحل له أن يصلي فيه ويظن أن هذا الطعام حلال فيحل له أن يأكله فالعبرة في ذلك بالمظنة لا بالمئنة ولا يجب عليه أن يقطع أن المذكيين والذكاة وذكر اسم الله على المذكاء هذه أمور مظنة فقط ولا يلزم فيها التحقق والتأكد ولو وقعنا في ذلك لو وقعنا في مشكلات عظيمة ومثل هذا في الجانب السياسي في المآلات فالمآلات إذا روعيت واقتصر فيها على هذا الحد الذي يمكن أن نصل إليه بعقولنا فإن النظر فيها إلى ما يتحقق من المصالح وما يترتب عليها من المفاسد والموازنة بين ذلك هذا هو الفقه المعتبر في فقه المآلات وكون الثورة قد يترتب عليها تحطيم للمدن أو قتل للناس هذا المآل غير معتبر فيها لأنها هي من الأفعال الواجبة وهذا غير متحقق في أصل القيام به مع أنه من المعلوم في قواعد الناس وحياتهم أن الشرف لا يسلم دون الدفاع كما قال الحكيم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم هذه أمور لا بد أن يلازمها بعض الدماء وبعض الضراء ولكن حرية الناس وعقيدتهم وتحررهم من الباغ الظالم أولى ومصلحة ذلك أكبر من مصلحة الخنوع والمذلة وفساد العقيدة وبقاء الناس كما نرى الآن بعض المنتسبين للعلم وبعض الذين يوجهون الناس في أمور دينهم وقد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم وأصبح الناس يصفونهم بالمطبلين وهم إنما خافوا من هذا الحاكم فأعطوه حق الله تعالى وآثروه على شرع الله سبحانه وتعالى وآثروا رضاه على رضا الله جل جلاله نسأل الله السلامة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة